الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها وارتقل منكم أمة يدعون إلى الخيج ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهابه حتى أتاه اليقين صلهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزوابه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الأخوة المسلمون من الله على هذه الأمة بالنور المحمدي أن بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قبل إقرأ حالة العرب الذين هم مادة الإسلام حال مبكي تشاتم هجاء برعوا فيه لم يبرعوا حتى في الأدب إلا في بابين غريبين باب الرثاء وباب الهجاء فكانوا متميزين في هذا التخاصم والقطيعة والتقاتل لأدفع الأسباب وإشعال الفتن من الفضائيات الصحراوية أيامها وهم الشعراء الذين ينثيرون النعراض بين القبائل وحالة العربي قبل الإسلام حال حقيقة مبكي تماما صحيح بعض القبائل كان فيها مكارم أخلاق جاء الحبيب ليكملها ويتممها صلى الله عليه وسلم لكن بعض مهاويس العرب الذين كانت في أيديهم المقود لتسيير القبائل عن نتيجة أو نتيجة إشعال الشعراء بالفتن بين الناس أمر عجيب يعني صورة مبسطة لأن الخضة وقتها قصير فوق المنبر وأزيد الأمر توضيحا إن شاء الله بعد الصلاة طرف ابن العبد هذا الشاب العبقري الذي قتل في السادسة والعشرين من عمره أحد أصحاب المعلقات كما تعرفون وتعرفون يلخص في أبيات معينة حالته هو التي تمثل الجين العربي في هذا الوقت أو الخريطة الجينية أو الشفرة الجينية عند العرب يقول ألا أي هذا اللائم أحضر الوغى يروح المعركة يعني وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي ألا كان عندهم قضية الخلود غير موجودة حتى رب العبادة عز وجل حدثهم في القرآن أنهم يخرجون من الأجداث وحدثنا من الأجداث ثراعة والجدث هو سرعة أو بداية السباق عند الخيول في مضمار السباق فكلمهم القرآن بشيء هم يرونه لأنه غير مقتنع بأن هناك بعث وهذا المجرم الذي جاء لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وجاء بعظمة من متوفى من سنوات من المعلّة مقابر أهل مكة وطحنها أو سحقها ثم ذراها في الهواء وقال يا محمد هل يحيي ربك هذه مرة أخرى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظامة وهي رميم قل يحييها الذي أنشاءها أول مرة وهو بكل خلق عليم هذا طرف ابن العبد ألا أي هذا اللائم أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي فإن كنت لا تستطيع الدفع من نيتي فذرني أبادرها بما ملكت يدي يعني أنت لا تستطيع أن تدفع الموت إذا جاء أدي فدعني أبيع الدنيا بالجملة وأنحرف قدره ما أستطيع كإخواننا في الإنسانية في الغرب الذين يقتنعون أن الحياة فرصة واحدة وليست هناك در آخرى ولولا ثلاث هن من عيشة الفتاة هكذا يقول طرفة وجدك لم أحفل متى قام عودي فأولى هن ضرب العاذلات بشربة كميت إذا ما تعلب الماء تزبدي وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي والله هذه اللغة عربية لكن يعني سبحان الله ظلت اللغة العربية سلسة على ألسنة العرب ثلاثة عشر قرنا من بداية اقرأ ما الذي صعبها على الناس وعلى الأولاد نحن الذين صعبناها هي لغة عربية سلسة كان العربي يتكلم بها ويتحدث بها فلذلك فهموا كتاب الله عز وجل المهم أنا لا أغرق في القضية وإنما أقول ثلاث أمور هو يعيش من أجلها الخمر والنساء والضرب في المعركة هذه حياته هذه حيات العرب حتى لما يعني استشعر شاعريته ذهب وهجى الملك عمر بن هند وكان سبب في نهاية حياته يعني فليت لنا مكان الملك عمر رغوثا عند قبتنا تخور يعني يريد بدل الملك عمر هذا الذي ليس كريما ولا يعطينا يريد عندنا نعجة كانت أحسن من الملك وكان يعني نستفيد من لبنها سبحان الله العظيم وأنت كما يقول أهل الحكمة أو علمونا إن أسأت الأذب مع العلماء خسرت الآخرة وإن أسأت الأذب مع الأمراء خسرت الدنيا وإن أسأت الأذب مع إخوانك خسرت مرؤتك وجل المسلمين اليوم يحسرون الثلاثة نسأل الله أن يربط أرسناتنا بالخير هذا حال العربي قبل الإسلام هجاء وشتائم وسبحان الله العظيم أخذ المقود من طرفه وغيره ومن عمر بن كلثوم الحطيئة لكن نصيب الحطيئة أنه كان إعلامي هجاء وسباب ونباح لكن جاء في وقت عمر فلم يأذن له لا الزمان ولا المكان ولا الحاكم عمر بن الخطاب الحطيئة هذا كان يؤجر يعني أجروه كما يؤجر بعض الناس للتشاتم وللتخاصم بين الناس وبعضها فالحطيئة أتى به وقال لأحد الصحابة العبدالله بن مسعود ائتني بالموسى هات الموس تعالح الحلاق قال بلال وكان جريئا عند عمر وكان له مكانة قال يا أمير المن ماذا تصنع قال أقطع عنكم لسانة تشفع بلال وعمار بن ياسر وعبدالله بن مسعود وعبدالرحمل بن عوف يا أمير المؤمنين فألقاه عمر في السين حبسه حتى يحبس لسانه البذيء عن الناس لأن هذا مجتمع حب مجتمع نظيف لا يصلح فيه أن يكون سباب أو لعان أو شتام ليس المسلم بفحش ولا بذيء لما مر اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفه خلف عتبة الدار يقولون له السام عليك يا محمد أي الموت عليك فيقول أدبا عليه الصلاة والسلام وعليكم فإذا بعائشة تستشيط غضبا وعليكم السام واللعنة أبناء الخردات والخنازير فقال يا عائشة المسلم ليس بصخاب ولا بسباب ولا صخاب في الأسواق يعني المسلم إنما الله لا يحب الفاحش المتفحش الطيئة حبس له سبع بنات يعني في منطقة إثم هذا المرخ فأرسل رسالة لعمر يستعطفه ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ يعني شبه بنات السب بالفرخ اللي طالع من بيضة البيضة الدجاجع ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصر لا ماء ولا شجر ألقيت كاسبهم في قعر مضمة فانفر سلام الله عليك يا عمر فجاء به عمر أعطاه مال اشترى بيه أعراض المسلمين اعتبروا من المؤلفة قلوبهم رغم أن عمر أنهى مسألة المؤلفة سهم المؤلفة قلوبهم اعتبروا من المؤلفة قلوبهم حتى يسكت عن أعراض الناس ولا يوقع عدوات بين الناس وظل الحطيئة ساكتا حتى استشهد عمر فعاد إلى السباب وإلى الهجاء مرة أخرى الأسف لما رق الدين عند الناس ظهر في أيام الأمويين عبد الملك بن مروان ظهر للأسف النقائد كما تعلمون بن جليل والفرزدق والأخطل وبدأت الشتائم تظهر والتراشق وهذا يكسر أمن المجتمعات والإسلام جاء ليؤمن المجتمعات يعني كانت حرب ببعاث ما بين الأوس والخزرج عبارة عن حرب يعني يثيرها هناك في المدينة في يثرب قبل الإسلام أبناء العمومة الذين كانوا يصنعون السروج والسلاح ويمتلكون الذهب فيثير كلما هدأت الأوس والخزرج يثير الفتنة كي يتربحوا من هذه الأسلحة وهذه السروج وتثور الثائرة مرة أخرى حتى أرادوا أن يثيروها أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يعني مناطق الاستقرار كان موجودا ما الذي أريد أن أقوله يعني كي يفهم أبناؤنا الشباب لو أن عندي فريق كروي يخسر في أي تخصص على مدى سنوات طويلة لابد أن هناك خلالا ما ما الذي يصنع العقلاء يريحوا هذا الفريق ويستبدلوه بدم جديد من شباب نابه أو لاعب جيد مثلا يعني شوية شباب تربيين في النادي أو في المتاع المؤسسة تحت عين الخبراء فنحن يعني لماذا يعني ما الذي يضيرنا أن نصمت كعرب ومسلمين لمدة عام كامل ولا نتراشق بالاتهامات بيننا وبين بعضنا البعض لمدة سنة وتكون هذه الشتامات على الشاشات تكون لنشرة الأخبار فقط ولا داعي للتعليق وتهدأ الأمور ولا داعي لأن نتحذب هذه جماعة كذا وهذه فرقة كذا وهذا مذهب كذا يا أخي أنت نشأت تحت راية معينة تحب رقة القلب وكثرة الذكر وكثرة الصلاة على رسول الله وضعوا لك يا فطه أنك من الصوفيين خير وبركة ما الذي يضير هذا مسمى هذا مسمى إذا كانت الصوفية صفاء قلب والله مرحبا بها جميل هذا نشأ في بيئة يريد فيها أن يعود إلى النصوص ويتوقف عند النص وليعمل عقله في النص ووضع له عنوان أنا رجل أو أنا جماعة سلفية يا أخي السلفية ليست مذهبة لك الخير وبركة لماذا هذا جميل إخوة أخر بارك الله فيهم ينسحبون من هم البيوت كل مدة ويخرجوا كده بيسموهم في سبيل الله خير وبركة ويرجع صافي النفس لأنه بعيد عن مشاكل الزوجة والعيال وبعيد عن المسئولية وتجد ويتشو كده ما شاء الله ما شاء الله يعني نظر نتيجة بعده عن الكآبة الصباح والمساء والمطالب المستمرة وسمى نفسه كذا وكذا أهلا وسهلا به كل هذا يقبلنا وقلت لكم من قبل والله يعني لا أختأت على الله أستغفر الله العظيم يعني نحن نصلي الألف المس كل واحد فينا نشأ في أسرة وفي قبيلة وفي عشيرة ترفع عالم المعين وهو ذهب أو تربى على هذا هل بالله عليك ملك الحسنات الموكل بكتبة الحسنات يقول لا 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 ارجع أنت إلى الصف الثالث أنا سوف سوف أكتب فقط الذين يتبعون المذهب الفلاني أما أنت حنفي فربما فيك شك الشافعي يتأخر الصف الرابع أما الحنبل لا أخوة الله الملك سوف يكتب لك أنك مسلم ويكتب لك قراءتك وركوعك وسجودك أما نيتك التي في قلبك من صلاتك وعبادتك لا يكتبها إلا الله رب العالمين ولا يطلع عليها إلا الله رب العالمين إذن أنا أرى والله أعلم لابد من صياغة جديدة يعني المسلمين مروا بأزمات كبيرة أول أزمة ضخمة ظن المسلمون أنها تضيع المسلمين والإسلام كانت أزمة ردة لكن قناعة المسلمين خلف أبي بقر بإيمانهم كانت بفضل الله آلاف أضعاف قناعة هؤلاء الذين شغبوا على الدولة وعلى خريفة رسول الله وعلى المدينة ومكة وعادت الدولة الإسلامية إلى يعني كما تركها الحبيب صلى الله عليه وسلم عصفت بالأمة بعد ذلك مصيبة مقتل عثمان رضي الله عنه للنورين وتماسكت الأمة أيضا ومن قبل استشهاد عمر ومن بعد استشهاد علي ولكن ظلت الأمة ثم جاءت بعد ذلك الحروب الصليبية واستمسكت الأمة جاءت تطاق وتمسكت الأمة إذن هذه أمة باقية أمة لا تزول وإن كان يعني سبحان الله بيننا وبين بعضنا إحاً معينة بإذن الله رب العالمين تزول بفضل الله لماذا إذا يعني عدنا وإذا اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والعقلاء كثر فأنا أقول لا داعي أبدا لأن تدعي أنك تبع جماعة معينة أو مذهب معين أنك تحمل الحق وحده لا احمل الإسلام كان ابن المبارك رحمه الله صديق أبي حنيف عبد الله ابن المبارك يقول له الناس يا ابن المبارك تعالى إدي اسمعنا فينادى يقول له لماذا وقال في زمن أبي حنيف يعني من تابع التابعين يقول لا أنا أجالس الصحابة والتابعين وآثارهم أما أنتم فتغتابون الناس يعني بالله عليك إن رأيت من يشق عصى الطاعة ومن يفرق أمر الأمة ومن يزحزح ويزلزل أمن المجتمعات قل في نفسك لو أن الرسول معي هل يسمع إلى هذا هل يسمع لهذا الكلام هل أبو بكر يسمع لهذا الكلام ده رجل أراد أن يثير الفتنة في زمن الخليفة الأول رضونا الله عليه جاءه المؤلفة قلوبهم كانوا ناس من أكابر العرب وكان يعني الإسلام لم يستقر في قلوبهم جيدا فجاءوا ليأخذوا سهمهم في زكاة المال والمؤلفة قلوبهم سهم من الأنصبة الثمانية قال لهم أبو بكر اذهبوا إلى عمر ذهبوا إلى عمر يا ابن الخطاب نعم قال نحن المؤلفة قلوبهم أعطنا أمرنا الخليفة وأرسل معهم كتابا قال كنا نعطيكم والإسلام ضعيف أما والإسلام صار قويا فلا حاجة لأن نعطيكم فذهبوا إلى الصديق يريدون إثارة فتنة في صلاة المغرب قالوا يا خليفة رسول الله أأنت الخليفة أم عمر قال هو إن شاء ليقفض الفتنة لا داعي لأن تتدخذ في مفاصل الأمن المجتمعات حتى تهزها أنت من الرجل مثبت لأمن المجتمع الذي تعيش فيه أحبتي في الله ديننا دين عظيم وأمن المجتمعات يعود إلى أن نمسك أرسناتنا رحم الله رجلا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم إما أن تقول كلاما وكان الصديق يمسك رسانه وعمر يسأله ما هذا يا خليفة يا رسول الله أدخل عليك ليسك لسانك يقول يا عمر هذا الذي أوردني موارد التهلكة حتى إن معاذا تعجب طال العربي كان يتكلم كثيرا كما نتكلم نحن اليوم العربي فقال معاذ أم حاسبون على ما نقول يا رسول الله نتحد أغتب هذا وذاك سبحان الله قال ثكدتك أمك يا معاذ وهل يكبوا الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم اللهم أمسك ألسنتنا عن كل سوء وأطلقها بكل خير يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستحر الله لي ولكن أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله الإنسان مع إمساكه للسانه يجب أن يظن خيرا في الناس القصة التي رغيت لنا في التاريخ مالك من الملوك الحرارة الشديدة خارج المسل لكن يعني في دقيقتين مالك من الملوك يدخل عليه رجل ذو سيرة حسنة سقاء عارفين زمان كان السقاء يدور بالخربة يسقى الناس يعني يوزع الماء على الناس فهذا السقاء سيرته حسنة فيدور على البيوت المملكة كلها يسقى الناس فسيرته حسنة وبلغت الملك استدعاه قال بلغني عن خلقك وبلغني عن سمعتك وبلغني عن نظافتك أنت من الآن تسقني وتسقي ضيوفي وبعد أن تسقيهم الماء تجلس بجواري لتقص علي ما تراه من عجب في البيوت أو ما رأيته السقاء زف المشرأ إلى زوجته نظى في القربة وكل يوم يروح للملت يسقي جلساءه الماء ثم يدل بجواري وزير جنب الملك شعر بالحسن والغيرة والحسن والغيرة هذه سلالة يعني جينات إبليس وجينات قبيل وأنت إذا حملت من الصنفين هذه مصيبة كبيرة حسد فسار تقر بالثقاء من الملك فسار بجواره الوزير وقال له إن الملك يشكو من بخرك بخرك يعني سوء رائحة فمك يعني أنت أبخر رائحة فمك سيئة قاله ماذا أصنع قال ضع اللثام على فمك حتى أنفك حتى إذا كلمت الملك لا تظهر من رائحة فمك شيء يسيل الملك الرجل على نية طيبة صنع هذا يوم اثنين ثلاثة الملك يعني متبيض في المسألة فقال للوزير السقاء هذا ما الذي يجعله هكذا قال يا سيدي لو قلت لك طارت رقبتي قال لا أنت مؤمن أنت مؤمن فسبحان الله فقال إن السقاء يقول إن رائحة فم الملك كريهة ففي اليوم التالي إذا بباقة ورد من الملك يعطيها للسقاء ويوصي جلاده خارج الباب يقول إذا رأيت من يحمل باقة ورد يعني ائتني برأسه الوزير يلاحظ رأى أن الملك يعطي باقة ورد فحسده فقال له ماذا أعطاك الملك قال أعطاني باقة الورد تلك قال يا سبحان الله أنا أحق بها أن الوزير قال أخذها فأخذها فجاءت رقبة الوزير سبحان الله في اليوم التالي يرى الملك السقاء داخل فتحجب تعالى ما الذي حدث قال له إن الوزير قال لي كذا وكذا سبحان الله العظيم من حفر لأخيه حفرة وقع فيها الأمن في البيت في المجتمع وفي الناس وفي الدنيا أن يكون الإنسان متصالحا مع نفسه فإذا تصالحنا مع أنفسنا تصالحنا مع كتابنا وسنة حبيبنا تصالحنا مع كوننا تصالحنا مع ربنا مع عولات أمورنا عندئذ تأمن المجتمعات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة لا تجعل بيننا شقيا ولا محرومة فق الله مركربة عن المكروبين سددين عن المدينين اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين ارحم أمواتنا وموات المسلمين يا رب العالمين اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما ارزق بناتنا الازواج الصالحين وابناءنا الزوجات الصالحات هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصب صدق الله ومن أصدقوا من الله يقيدا واختم الصلاة قموا لصلاتهم يا رحمكم الله انتم قاعدين فكرتكم شيء احمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد كنا قد أطلنا دقائق على إخواننا خارج المسلم اظن يعني لو لخصت عن كده يعني هو ماش مرة ان شاء الله بإذن الله بإذن الله يعني نجرب الخطبة يعني اللي بخمس دقائق ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله يعني تشجعون عليها بإذن الله يعني المهمة ربنا اجعلنا وياكم مما يستمعون القول فتابعونا أحسن أنا عايز أعطي في الدرس لنفسي حقنة مركزة أو جرعة مركزة لمنهج عمل حتى يأمن الإنسان ويأمن المجتمع لأن أي إنسان في مجتمع يعيش مسؤول عن أمن هذا المجتمع ضروري لا يخرب فيه ولا يؤذي فيه وإنما يكون الناس تتمنى أن يكون كل الناس مثله شوف فيه ستة أمور لو فعلتها أمور ستة لم تترك للجنة مطلبا ولا للنار مهربا ما هذه الستة قال علماؤنا من عرف الله أو من عرف ربه فأطاعه وعرف الشيطان فعصاه عرف ربه فأطاعه وعرف الشيطان فعصاه وعرف الدنيا فرفضها يعني هشرح يعني رفضها الدنيا لا ترفض لكن رفضها على الطريقة التي فيها من سوء وإنما يأخذ ما فيها من خير أحسن حد يمشي من المسجل يقول الشيخ يقول لك فهشرحها إن شاء الله يعني وعرف الدنيا فرفضها وعرف الآخرة فطلبها وعرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنبه عاش في رضوان الله ومات في رضوان الله وحيد الله يقول لك يا أخي أنا أعرف الله كلنا يعرف رب طيب مثال عبد الله بن أبي بن سلول هل كان منقطعا عن المسجل النبوي أم كان يصلي خلف رسول الله كم سنة سبع سنوات سبع سنوات لا تفوته صلاة لا تفوته صلاة ولكن الحسد الذي في قلبه على حبيبنا صلى الله عليه وسلم والحقد الذي في قلبه جعلوا صاحب الوجهين المنافق صاحب الوجهين يقر في نفسي بشيء ويظهر على وجه شيء آخر سبحان الله ولأجل أنه منع من أن يكون ملكا على يثرب سوف المجتمع الذي وضع فيه أبونا آدم وأمنا حواء في الأول في الجنة هي ليس الجنة الخلد جنة الخلد لا يخرج منها أحد وجنة الخلد لا يدخلها إبليس وجنة الخلد ليس فيها معصية وجنة الخلد يعني سبحان الله مكتوب على من دخلها يا أهل الجنة خلدوا إلى موت الله مجعلنا من أهلها وكل المحبين وكل من يقول لا إله إلا الله طيب فجنة الخلد جنة إيه جنة أبونا آدم جنة فيها من الأمور الميسرة لحياة هذا الإنسان البدائي كل شيء تمام فمجتمع حب ما بين آدم وحواء ليه مجتمع حب لأنه لما آنسه بأليفته وزوجه أخرجها منه فنحن كرجال وذكور خلقنا من طينة الأرض ففينا شيء من الجفاف شيء من العقلانية فينا شيء من تأخير العاطفة زوجتك في البيت مرتبكة لأن حرارة الولد ارتفعت نصف درجة ماءوية فترتبك وتصرخ وتطلب أمها وتطلب حماها وجدها وإلى آخره والرجل يعود من بيته هادئا فيه إخير ينشى الرائع يخف نعمل له روحة شرعية أنت أعصارك باردة فليه لأنها مخلوقة منك من جزء عاطفي فالعاطفة قبل العقل خلاص وانت عقلك يعني ومعها حطة عاطفة خلاص يعني يعني عشان ما ننكرش يعني معاه جزء من العاطفة فالجزء من العاطفة ده بيمشي الحال خلاص هي مش مقتنعة بالكلام بتاعها فأمنا حواء لما خلقت وزوجها زوجها قلنا من قبل إن كلمة زوج تعني النثلية فرجل زوج والمرأة زوج وكداهم زوجين خلاص وربنا خلق من كل زوجين يعني زوج يعني النصف الذي يحتاج إلى مثيله نجد أن يكون متوافق معاه لكن لما رب العباد تكلم عن عدم التوافق تكلم عن لفظ امرأة وامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون لكن أسكن يا آدم وقلنا يا آدم أسكن أنت وإيه وامرأتك ولا أنت وزوجك ليه التماثلية في الصلاح موجودة هي صالحة وهو إيه صالح لكن سيدنا نوح وسيدنا لوط كلاهما إيه صالح ولكن زوجتيهما ها غير صالحة ها سبحان الله فربنا قال إيه امرأة لعدم التماثلية خلاص أو يجتمعوا في الكفر يوم الاتنين يجتمعوا على عدم الإسلام اللي هو ايه تبت يد أبي لهب وتاب خلاص يعني ها يقول لك الله طب أبو لهب صالح ومجميل لا هم الاتنين ايه اجتمعوا على ايه على كل فصارت ايه وامرأته وحمالة الحاطر ومش زوجه خلاص في عمنا لي طيب أما فرعون مجرم وآسيا ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعونة وعمل ونجيني من القوم الظالمين فاختارت الجار قبل الدار ابني لي عندك بيتا هي الجار والمجرود دايما يجو ايه مكملات الجملة صح انت مش كنت في ربع اول برضو ولا ايه هادي ده رسالنا في ربع اول ولا ربع تاني ولا ربع خم المهم يعني ف جريد فور عشان اولادنا يفهمهم لازم يعني عجمية المهم يعني فالمهم سبحانهالعظيم ف المكمل الجملة الجار والمجرود ايج اخل الجمل سبحان الله يعني ذهبتوا الى المسجد انا ذهبت فعل wspاعة الى المسجد ده جار والمجرود ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة يعني هي اصلا ايه ربي ابني بيتا لي عندك صح ولا لا ترتيبها كده فليلي ايه خليت اختارت الايه الجار ربي ابني لي عندك الاول بيتا طلبت اليه الجوار فامرأة فرعاو لصلاحها لم تصر زوجه حرص ولذلك لما سيدنا زكريا وامرأته قائمة امرأة قال للمرأة العقيم لان فيه خلل فيه نقص فلما رب العباد شاء لها بالحمل قال واصلحنا له زوجه مش اصلحنا له امرأته اخرى القرآن بهذا اخرى القرآن بكذا لما تصلحت الامور فسكت واتشه وقالت اقلد وانا عجوز وهذا بعلي شيخة معقول الكلام ده ازاي يعني سبحان الله فاذا هذا المجتمع مجتمع حب ادم وحواء دخل ابليس عايز يعمل مشكلة يعمل مصيب اذا اما بيدخل بينك وبين ايه بعد ساعة كده يدخل استعد بالله مش هترجين بس ادخل البيت برجلك اليمين الله يرضى عليك خلاص ايه اقل هنباك يدك والشيخة عمر غريب اليمين اقول وعدين سم الله بسم الله سلم على اهلك السلام عليكم حتى لو انت عامل معها سعداشر لرب يعني مشكلة تحتاج الى لجنة حقوق الانسان في الممتحدة قل السلام عليكم ولا ما تقولها بنفس من جوة السلام عليكم لا اله الا الله السلام عليكم سبحان الله بحنية عارف يعني ايه حنية لا واحد قال لا اللفظ غريب على ودام لا يدهل لله وعلى اذن الكثيرين يعني اقولها بحنية شوية زي ما تتمنى ان زوج بنتك يدخل على بنتك اليوم يقول لها ايه السلام عليكم كيف حالك لان العربي كان يأنف من اظهار عواطفه يعني يستشعر انا ده ايه تقليل من الرجولة والعربي كان يأنف من ان يحمل بنته الصغيرة ازاي الناس يعيق ده ده انا يقول لك لو امي شفيتني وانا شايل بنتي الصغيرة من ست شهور هتكبر عليه اربع تكبيرات صلاة الجنازل ما يقول لك ما ربينا راجد ايه ده 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 ازاي تشيل الحل من البنت عيب عيب انت راجد بشنب بشنب ما هو انت عشان راجد بشنب اشير صح ولا لا اقول لك في منكم بيطلعوا على السوق ده صح راجد مفتول العضلات خمسة في ستة كده ممكن يشيل ماشي تفكر نفسه ماشي في التراك بيع من رياضة والمسكينة حامل وشايدة وحطة في العربة ومعها حقيبة فيها اغراض وتيجي ده وقل لا بسرعة بسرعة رحفة فده من يصلى عليه اللي شل بنته ولا اللي ترك زوجته وعياله ها سبحانه الله العضلات المهم فابليس غار معقول ده يا با قريبا يا ادم فشرط وجودك يا ادم انت تعرف ربك فاطعه عرف ربه فاطعه بلاش الشجرة دي بس الاخ ما شاء الله نائب في برلمان من دول المغرب العربي ما شاء الله عليهم اخوانا نحبهم جميعا تحوى تونس والجزيرة هو منفعل غلدة ابوه هو ليس لو في الدين وانما يعني بس بمنفعل قدام الاخوة الاعضاء غلدة ابونا ادم ابونا ادم اكلت تفاحة خرج من الجنة وانت وكلتوا خير البلد كل وعايزين تدخلوا الجنة لا 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 طبعوا مفسرين تانين بين اعضاء السادة النواب لا 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 طب تسيب الكلمة دي للشيخ يوضحها يبينها بلاش انت سبحان الله لعد كده هجوم زري على اخوانك المهم فابليس لازم لما يدخل لك الشيطان يزين لك المعصية لا يخفي وجهك ليه الشيطان يعمل ازاي يدخل من الباب فان اغلقت الباب يحاول مرتين من النافذة ما ينفعش يستنى كبرك لا ييأس عارف لو احنا تعلمنا من ابليس عدم اليأس في تربية اولادنا والله مجتمعات تكتبها متفوقة لا ييأس يا ادم هل ادلق على شجرة الخلد وملك لا يبلى ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين فدلهم بغرور يا الله اكل من الشجرة هو اكل من الشجرة شفت سبحان الله العظيم الله يقدر المرأة قال ربنا وعصى ادم ربه فغوى هي بالله عليك هو ابونا ادم اكل لوحده ولا امنا اكلت معاه ها قل انت تجاوبني اكلت فاكل لما جسعت المعصية ذكر من ليه لستر المرأة عن المعصية مش انت لما تطلق تفضحها وتفضح اهلها وخالها وعمها واخوها المدمن يا عم انت مالك انت بالكلام تقول خلاص انت لم تستخم الحياة امسك لسانك لسا بنقول ما امسك لسان والله امسك لسانك سبحان الله انت في من ااء ما لم تصب دما دما ولم تصب عرضا امسك لسانك عن اعراض الناس لا تكون شتاما ولا بذيء وابحث عن الكلمة وقلها يعني يعني الله ارضى عنك الانسان سبحان الله العظيم يعني الاصمعي كان يعرف غيرة هارون الرشيد على حرماته وهارون الرشيد كان عنده بنت عندها خمس سنوات فتيجي تحب الاصمعي لان تحب تسمع القصص بتاعه الاصمعي يعرف غيرة امير المؤمنين بنت صغيرة يعني لك انت تقبلها وتحضنها فكان الاصمعي لحسابه لغيرة امير المؤمنين يضع كم جلبابه على رأس ابنة امير المؤمنين ثم يقبل كمه وفي الرواية يعني بين انا في الجنة الليلة ده سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم اذا بي بجارية تتوضأ على نهر بجوار قصر الله لمن الجارية ولمن القصر قيل لرجل من اصحاب محمد قلت انا محمد قيل هذا لعمر ابن الخطاب فتذكرت غيرته على الحرومات فغليت فبكى عمر وقال امنك اغار يا رسول الله يا الله شو شو الدرجات سبحان الله سيدنا سعد الله يرضى عليه فمتزوج ليلة كانت بنضرب الامثال في الجمال في العرب فواحد اعرابي فضولي كده زي الفضوليين وما اكثرهم راح عزم نفسه عند عند سعد وبعدين يحاول ان ينظر حتى كاد سعد ان يفتك به او ان يفقع عينه فلما فلما قصة القصة امام حبيب الله قال صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد ان سعد لرجل غيور وانا اغير منهم والله اغير مني الله اغير لان الله غار ومن اجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بط فابليس لما دخل زيا لآدم انت تقوم من الشجر يحصل لك امريا انت عايز ايه خلد في الدنيا كلنا عايزين خلد حتى الرجل ينتظر ان يكون له حفده والحفيد يتزوج في حياته سبحان الله العظيم هي كيف سبحان الله فالا اذلك على شجرة الخل وممكن لا يبلى انت لما تاكل من الشجرة دي تصير ملك لا تعصر له طب ابونا ادم صالح ام غير ذلك صالح عايز يعمل ايه يكون مع الله في ايه في نقاء فاكل منها دلاهم بغرور فلما اكلوا بدت لهما سوآتهم وطفقا يحصفان عليهما من ورق الجنة بس المهم وعصى ادم وربه فغوى ثم اجتباه فثاب عليه ثم هذا قاله بيطوا منها جميعا اصبح مجتمع الحب اللي في الجنة بوجود الحسنت اصبح مجتمع ايه مش حب صح ولا لا فالبيوت تنهدم متى ليه البيوت احنا لما قبل ان يخلق الله ادم خلقنا جميعا واذا اخذ الله من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم ألستوا بربكم خلقوا بنا خلاص فالارواح انقسمت قسمين جماعة تعرفوا على بعض وجماعة تناكروا فما تعرف منها اختلف وما تناكر منها ايه اختلف فتأتي الارواح تسكن الاشباح ده اسم ايه الشبح والروح تسكن فيه خلاص فلما تسكن الارواح في الاشباح الارواح تتعرب بعضها على بعض فتقول مش ممكن اكون ده اول مرة شفته لانا شفته من قبل يا اخي انا شفتك فيه انا سمحت صوتك واتشك ليس غريبا علي هو قابله في عالم الذر وبعد دقيقتين يبثلوا باخباره ليه حصل تآلف حصل ايه تآلف وفي بعض الازواج والزوجات بعد خمسين سنة كل هي المشكلة من اول يوم لغاية ايه السنة الخمسين اللي يبيد الايه الفضي ولا النحاسي ولا البل اه يبيده خلاص رحان الله ليه الارواح مش مجندة هتروح اليوم مفهمنا الموضوع خلاص ها لا الله يرضع دي ما تنقلش بيخليك ايه ناقل رديء للحرارة والمعلومة دي تنقل ايه ولا الحمد لله ما شاء الله انا اقول يا ربي انت الاعمش رحمه الله كان علامة فقيه واصولي فقاعد معا بنته كده بنته عندها اربعة عشر عاما خطبت فقاعد قدام ابوها وتطيل النظر اليه هو كان شكله يعني يعني مش وسيم يعني فتعجب الاعمش علامة قال يا ابنياتي لماذا تطيلين النظر اليه نصري لكده قالت اتعجب كيف رضيت بك امي لا 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 بس السر يعني بين البنت وابوها يعني البنت سر ابيها ويقص معجبة بابيها ابوها ده ملك سبحان الله الاعمش على الله اكبر فسبحان الله بهذا الخضر المهم المهم فخرج سبحان الله صارت الارض فيها شيطان جن وطلع لها شيطان انس قبيل سولت له وطوعت له نفسه ايه قتل اخيه فقتله فاصبح بين النادي منه القصة عارفين فمن عرف ربه فاطاعه والشيطان فعصاه دي مزدوجه ادي اول وطيرة تصالح مع النفس بما امر ربي عما نهاني ربي بس بس سهلة مش عايز العالم ولا غيره يعني بالله عليك يعني سبحانه السؤال الذي يتلجلج في صدرك وتريد ان تسأل عنه اعرف ان فيه انه حد يسأل الشيخ شرب الماء حلال ولا حرام اكل رقيف الخمز حلال ولا حرام لكن يسأل عن ايه هو ايه حكم الدين في السيادة سينا الشيخ ايه حكم الدين في البيرة ايه حكم الدين يبتدي ايه حاكى في صدره بدأ يسأل لان الفطرة لا تسأل الفطرة لا تسأل الشيء اللي احنا مفطورين عليه لا يسأل الانسان عنه خالص تمام طيب ثم وعرف الحق فاتبعه لما وجبت الحق امامك والكتاب والسنة لا تؤود لا تؤود خلاص يا اخي اقبل الحق حتى وان جاء الحق من انسان لا تحبه لو الحق جمي الانسان انت تبغضه قال ربنا ولا يجرمنكم شنآن وقوم شنآن يعني ايه كراهية ولا يجرمن شنآن وقوم على ان لا تعددوا اعددوا هو اقرب للتقوى ولذلك ولذلك الاعراب الجلف لا اتكيت ولا ذوق ولا غيره فالرسول اعطاه صلى الله عليه وسلم قال احسنت اليك يا اعربي شو رسول يسترضي ومعطيه قال لا احسنت ولا اجملت الصحابة ايه مع من يعني حاكم الدولة والمصطفى وختم النبيين والمعصوم يعني لك انتصف فاخذ اشار الرسول اليهم انكفه واخذ الاعراب من يده وذهب الى البيت واتى له من ماله الخاص واعطاه قال هل احسنت اليك يا اعربي قال احسنت واجملت جزاك الله عنا من عشيرة فرح واخذ يد وطلع كده وقال ان الاعرابية هذا يزعم يزعم انني احسنت اليك بيدعي وانا عايزكم ايه تسمعوا منه مع ان الرسول مش عايز شهادة لكن برضه عشير ما يبقى اشف انه يا اعربي هل احسنت اليك قال احسنت واجملت وجزاك الله عني من عشيرة قال اسمع الكلام بك انما مثلي ومثل هذا الرجل كمثل رجل له ناقة فشردت فاتبعها الناس فما زادوها الا شرودا فقال يا قوم خلوا بيني وبين ناقتي فانا اعلم بها فجمع لها من قمام الارض فجاءت فناخت واستناخت ولو قتلتموه لدخل النار فمن الذي انقذه الرؤوف الرحيم طب ليه انت ما تنقص الناس للرسول كنت اعرف الحق فاتبعه تلاقي المجتمع رايح في منطقة يا اخي الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله والرسول وامة المسلمين وعمتهم ام مكونة على امر معروف ونهي عن منكر سبحان الله ولكن متى امر بمعروف ولكن الامر بالمعروف يجب ان يكون بمعروف الامر بالله عليك هتعطي ابنك ابو اربع سنوات ملعقة الدواء تقيد ايده بالحديد وتمسك فمه بالعفية وتعطيه الملعقة ولا تداعبه وتلاعبه وتضع على حجرك وتمسح على شعره بارك الله فيك حبيب عشان نروح النادي ونروح نلعب ونروح نتشيري ونعمل ونسوي فانت بيها هكذا كل الناس هذا الطفل واولهم ام الطفل خليك احنا فيه ايه سبحان الله العظيم يعني يعني امنا الصفية لما بكت من ايذاء يعني وقع عليها كلام من عائشة وحفصة فالرسول يطيب خطرها المرأة لما انت تطيب خطرها تنخرط في البكاء صح ولا لا يقول لك موها دا السبب يا شيخ اننا ما طيبش خطرها لا حبيبي تحمل هي دموعها كلامها فكل ما تبكي صفية الرسول يمسح الدموع عنا طب الليها عليك ام عباس عندك في البيت ها لما كل يومين والتلاتة بتبكي بتمسح الدموع تمسح دموعك انت هل فلا لا كيف يعني تطلق في اول شهر ده وقت صديقتها شهر واحد قالت انت تتحملي شتاين وضرب وإيذاء وبذاءه قلت له لا طبعا قلت لهو هو ما تحملش لا إله إلا الله فطلع الموضوع بالمخلوق لا إله إلا الله نسأل الله الرحمة يا رب رب ننزل الرحمة في البيوت سبحانه قال كف يا صفية انتهت سبحان الله العاطفة وختيها والحنية ومشي معها لغاية اللي سبحان الله البعير وكما هكذا عرف الحق فاتبعه وعرف الباطل لا فاجتنبه أي الباطل المال الحرام الله الغنى عنه ما الحرام عمر الله الغنى واحد يروح يقول لك أصطنع على يدين وروح تبانك تاني عشان ايه يسدد للدين واخد دين يا ابن حلال هتظهر أسير نسأل الله سبحانه أن يسد ديون العباد وأن يسد ديوننا التي بيننا وبين الله وبيننا وبين البشر وأن نخرج منها كفافا لا علينا ولا لنا الله يرضى عن عمر سبحان الله المجال وددتوا أن أخرج منها كفافا يعني ياه يعني صفر للي حسن ولا غير لا علي ولا ني لا علي ولا دي كفاية سبحان الله العظيم عرف الله فأطاع والشيطان فعصى والحق فاتبع والباطلة فاجتنم والدنيا فرفضها يعني ايه الدنيا فرفضها عندما تستدعيني ام اظلم او اخذ ما ليس من حقي او اتعدى الحدود هذه رفض الدنيا اما الدنيا مزلعة الاخرة الدنيا يعني سبحانه الله العظيم شوف الفرق من الدنيا ابو نواس والاوزاعي دخلوا على المنصور ابو جعفر المنصور العباسين لما جم كانوا يلبسوا الاسود قال يعني ده ايه استنانا بسنة جدهم صلى الله عليه وسلم ينفتح مكة مهم فقال ابو جعفر المنصور يا اوزاعي اوزاع عالم المسلمين ما تقول في في السواد الاوزاع عالم قال يا امير المؤمنين لا يلبي فيه حاج ولا تزف فيه عروس ولا يكفن فيه ميت فكيف احبه تشوف ابو جعفر المنصور اهتاز ده شعار ده او لا شعار ده عزم يستنقذ بمين ابو نواس قالوا نعم امير المؤمنين قال ما تقول في السواد قال هل يكتب المصحف الا بالسواد هو الحبر خلي بالك انت لما يحب الحبرة وهل يكتب امير المؤمنين الا بالسواد الاسود يعني سبحان الله واذا غاب السواد عن العين لا ترى فاهتز ها ابو جعفر المنصور طبعا لان لكن ابو اليزيد الرقاشي كان قمة في كيفية نصح الكبار كل واحد له طريقة اخوانا تل ما تنصح عمك تل ما تنصح ابنك صح ولا لا اوعى تسوف النصيحة بالاتنين ولما تتكلم مع الزوجة غير كلام مع البنت ليه لان البنت جزء منك لكن الزوجة ليست جزءا منك فانت احتويها لأول عملاء مقدمات وكده فالرجل اللي تتذكره القصة بتاعت حكنا لكم قبل كده انا حكي له تاني عايزي سبحان طب هي ايه واحد مجوسي يعبد النار ادعى الاسلام وبدأ يام الفتنة رحل ابو جعفر المنصور قال الامير المؤمنين بارك الله وفيه نشرت الامن والبلاد وادى اخيره لكن ايوة لكن دي الناس يعتمرون ويحجون ويطوفون حول الكعبة فيشم بعضهم رائحة عرق البعض انا امير المؤمنين وانا شركة مستحفرات تجميل طب انا اعمل له ايه وماذا اصنع انا لا لا انت بس حاجة بسيطة تحط بخور فوق الكعبة وبعدين الريح تهب الرائحة ايه تعبق المكان اللي بيطوفوا في صحن الكعبة يشموا الايه الرائحة الزكية يدعونا لامير المؤمنين طب الله يا فكرة مرة كنت في كندا فالتلفزيون الكندي ماشي بالشوارع قبل الناس بياخد اراء ايه رأيكم لو احنا انتهينا كبشر عن اكل الموز سؤال يعني خيبا كده فواحد يرده وضعي جميل نوفره القروض خل القروض يأكله الموز اراء ما انت لما تفتح الموضوع فابو جعفر الموضوع يعني فامر امر فورا كان فور البخور والبخور عشان يصعد فيه ايه نار والناس يطف حول الايه وهكذا يريد المجوسة بلغ ابو نزيد الرقاش عالم الشام الكبير قال طيب انا ذاهب للحج طار الخبر الى بغداد ابو جعفر المنصور ابو نزيد رايح الحج معه بركة وعلم نروح ايه في معايته المهم متى يصل الى ابن قاله وصل للتنعيم وهيعطي اول درس للحج ابو جعفر المنصور وصل من بغداد قال احجزوني مكان في اول صف انا عايز اشوف وجه ابو نزيد اللي بقاش ابو نزيد اتفق مع حد من المريدين المقربين زي حضرتكم كده قال انا ابتدي الدرس وانت تحكيولي حكاية ونعمل ان انا اول مر اسمعها اما بعد قال ايها الامام ادعو لامير المؤمنين ابو طول الله بارك في عمر امير المؤمنين قال ولماذا تطلبوا هذا المطل قال ان امير المؤمنين شعر ان ازدحام الحجيج والمعتمرين حول الكعبة يعني لها رائحة والى اخير فامر بان وضع طيبا فوق نار فوق الكعبة فيشم الناس رائحة طيبة قال ايها الناس اياتها الرعية اتقوا الله في ولاة الامر امير المؤمنين اعلم بالسنة والفقه مني ومنك انتم تفتئتون على امير المؤمنين هل تريد ان تقنعني ان امير المؤمنين يضع نارا فوق الكعبة حتى يطوف الناس حولها كما يصنع المجوز اتقوا الله في ولاة اميركم ابو جعفر منصور يقول الحشية روح طفل بتاع ونزل بتاع الله يبدأ من تدنش دهية الله يرضى عليك هكذا النصيحة هكذا الذكاء الذكاء في النصيحة لكن انت المجوز العيل يقول له انت كذا انت يا عمي مش يسمعك الامر المباشر لا شوف قال الحسن البصري امرنا بالصبر فجزعنا والله لو امرنا بالجزع لصبرنا احنا اعداء اوامر يا ابا احنا اعداء اوامر ولو نهي الناس عن فت البعر لفتوه يعني الناس دايما الممنوع مرغوب وعرف الدنيا فرفضها رفض الفوضى التي فيها وعرف الاخرة فاستعد لها حلاص فلما الاخرة يستعد لها قال الحسن البصري على ما يبكون قال يبكون على ميت لهم قال يبكون على انفسهم وجه ملك الموت وقد رأى ومرارة الموت وقد ذاق ومكانه في الجنة او النار وقد عرف فليبقوا على انفسهم هو نجم تلاتة وجه ملك الموت شافوا مرارة الموت حسها المكان بتاعف الجنة فإذا من عرف ربه فأطاعه والشيطان فعصاه والحق فاتبعه والباطل فاجتنبه ثم الدنيا فرفضها رفضت سوء الذي فيه والآخرة فعمل لها العاش في ردوان الله ومات في ردوان الله هكذا لا داعي أبدا لأن الذين يحضرون عندنا إلا أن يستمعوا الكلام ويأخذوه كما هو لا يؤول لا يمنى ولا يسره وإنما نريد يعني إن أريد إلا الإصلاح ما استطاعه وما توفيقي إلا بالله شكر الله لكم لا تنسون من صالح دعائكم وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم ورحمة الله وبركاته